اشتركوا في القناة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود في هذه الحلقات وهذه المقاطع ان نغرس في قلوبنا حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نملأ حياتنا بالكلام عن هؤلاء وحب هؤلاء واتباع هؤلاء ذو الشهادتين هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت ابن الفاكهة لقبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بذو الشهادتين وهذا اللقب له قصة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل اسمه سواء ابن قيس المحاربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن الفرس اشترى الفرس وافئ واتفعوا على السعر قال له بعد اذنك تعالى وراي عشان تاخد فلوسك فاسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي ليأتي بالثمن وابطأ الاعراب فطفق رجال يعترضون الاعراب شايفينهم عدي بالفرس كده عجبهم يحلو في عينهم فبدأوا يساومونه على البيع ولا يشعرون ولا يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع هذا الفرس فنادى سواء الاعرابي اسمه سواء نادى على رسول الله فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته يعني انت اشتريت ولا مش تشتري عشان اتصرف فيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقال له اوليس قد ابتعته منك عشان نلسى متفه معاك عشان اخذ الفرس وديك الفلوس فقال الاعرابي لا والله ما ابتعته مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فقال الاعرابي لا هل ام شهيدا انا ما بعتلكش هد حد يشهد على الكلام ده فقال خزيمة بن ثابت بن الفاكهة انا شهيد انك قد بعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة بن ثابت وقال بما تشهد يا خزيمة انت شفتناش انت مكنتش حاضر اثناء البيع والشرة فكيف تشهد بما تشهد يا خزيمة قال بتصديقك يا رسول الله الله بتصديقك يا رسول الله انا اصدقك في وحي السماء وفي الخبر يأتيك من السماء افلا اصدق انك قد ابتعت هذا الفرس من هذا الرجل وانت الذي لم يجرب عليك احد كذبا قط صلى الله عليه وسلم وانت الملقب بالصادق الامين باب انت وامي يا رسول الله بما تشهد يا خزيمة قال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين وهذا الحديث اسناده صحية قال زيد بن ثابت فقدت آية كنت اسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبت المصاحف فوجدتها مع خزيمة بن ثابت وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انهم الجيل الذي تربى بين يدي رسول الله تربى على الصدق وعلى الامانة وعلى العفة وعلى اداء الحقوق للناس وعلى الاعتراف بكل شيء ولو كان ضد حياتك انهم خير القرون الذين جاءوا الى هذه الدنيا فرضي الله عنهم وجمعنا بحبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة انه ولي ذلك ومولاه نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان اسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا والاخواننا الذين سبقون بالإيمان انه ولي ذلك مولاه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة